السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي عشرين خمسة وعشرين ترمى ورجعت لكم في فيديو جديد معاكم مسأسما ياسر النهاردة هكمل معاكم تقييم الاسبوع السادس لعام الدراسي عشرين خمسة وعشرين عشرين اربعة وعشرين اللي نزل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ادارة تنمية اللغة الانجليزية هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهاردة يا مس هنحل الاداقات الصفية والاداقات المنزلية طب والاختبار الاسبوعي يا مس اللي هو الثالث نمازج المرة دي يا ولاد التقييم الاسبوع السادس نازل اداءات صفية واداقات منزلية فقط ومش نازل الاختبار الاسبوعي اللي هو الثالث لان كان بديله الامتحانات الخاصة بشهر اكتوبر ايه ده يعني كل مرة يبقى كده؟ لا الاسبوع السادس فقط اللي هيكون نازل فيه الاداة الصفية والاداة المنزلية بس لكن من اول الاسبوع السابع اللي هينزل ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى نازل الاداة الصفية والاداقات المنزلية والاختبار الاسبوع اللي هو الثري موديلز او الثلاث نمازج لكن النهاردة انت مش مكلف في الاسبوع السادس مش عليك تقييم اسبوعي او اختبارات اسبوعية التلاتة انت مكلف بس بالاداقات الصفية والاداقات المنزلية طيب. يلا نبدأ على طول كده لو انت اول مرة تتابعنا يريد تشترك في القناة واتفعل زر الجارز عشان يوصل لكل جديد. شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر منكم الطلاب. ودعمنا لايك لو الفيديو عقبك. سيب لك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف الثالث الاعداد عشرين خمسة وعشرين ترما اول فيها جميع فيديوهات الوحدات السابقة مشروحة ومحلولة من كتاب الجم. وفيها التقيمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة بينزل فيها جميع التقيمات زي ما انا معاود ايكم. هنا بقول لك اختار الاجابة الصحيحة. اول سؤال معنا ياولاد زي المستشفى المدرسة اللي هو مكتب البريد. وطبعا دي تكملة. هما ايه المهمين او محليين للمجتمع بتاعنا بلانتس نباتات صعابة اللي هي احيانات اليفة ولا اللي هي مرافق طبعا هي ايه اولاد مرافق محلية او خدمات. I like those who not to help the elderly. يبقى انا ايه الاجابة هنا تكون اللي هو يمنع متطوع منزعج برضو منزعج او مدايق. يبقى الاجابة هنا ايه اولاد انا بحب الناس اللي بتتطوع في مساعدة اللي اللي ما كبار السن. مازن نقطة افريند تمورو. زي هاب ارينجت ات. انا عندي هنا ياولاد كلمة ارينجت ات. طالما وجدت يبقى هنا حاجة ايه مترتب لها يبقى دي ايه ياولاد مضارع مستمري. يبقى مازن مفرد هياخل از وبعدها ايه المصدر مضاف له اي 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 جي از ميتنج. هو كلمة او كلمة كل ده ياولاد كل ده بيدل اني هاختار هنا القاعدة بتاعت مين جوينج تو. طيب. ايه اتند انا ايه تو ترافل هو طبعا ايه نوا ان هو يسافر نيكست وينتر الشتاء اللي جاي. اي نقطة تو سبيند اويك هيقضي اسبوع ان لوكسور. يبقى اي واحنا مغامنين بتاخد ام وانا عندي هنا تو يبقى اي ام جوينج تو. شفت انتند يانوي. شفت كلمة اتصادي وكرر. شفت كلمة خطة ده كله بناخد جوينج تو. اتس اع أو اي النقط. بوك. اتس اول اباوت بو جورني عن الايه البو جورني? ايه الونج ايه ده امازون. هنقول ده طالما بتكلم هنا على الكتاب يولادي ولازم اختار ايه 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 طبعا الايه الصفة اللي فيها اي انجي امازينج. هنا بتكلم عن شعور ايه مش شخصي. الاطفال فين بيكونوا ايه مزعجين اللي هو الحي اللي هو طبعا رصيف وطبعا الكلمة دي اولاد اللي هي حمولة او شحنة طبعا نختار ايه هنا هنقول ان الاطفال اللي هو اطفال في الحي بتاعنا بيكونوا ايه بيكونوا طبعا مزعجين هل انت بتخطط طالما شفت كلمة يبقى انا هاختار وانا مغمض يبقى انا هنا عندي ايه هنا عندي طبعا زي ما نشايفين ايه يبقى هنختار ايه هنا هيبقى بيجي بعدها طبعا المصدر زي ما انتو عارفين انا مش قادر اوصف هير نقط لما هي نجحت هير هنا ياولاد بيجي بعدها اسم زي ما احنا عارفين انهي فيهم اسم تبقى هابنس اللي هي سعادتها مش قادر اوصف سعادتها لما هي ايه نجحت طيب بعد كده ليه انت شغلت تيفزون قالك طالما هنا ياولاد زي ما انتو شايفين كده خططو يبقى هنا ايه ياولاد هتاخد اي ام جوينج تو واتش لان فينا ايه تخطيط انه هما فتحت وزون عشان يسمعوا الماتش اي كانت ميت يو تونايت انا ايه مش هادر قبلك الليلة فهنا في اعتزار ايه يبقى احنا هنختار ايه ما في اعتزار يبقى نختار مدارع مستمر اي هتاخد ام ريفرزنج فور زا اكزام لانه ايه هيراجع للامتحان ده بالنسبة للآداءات الصفية زي ما انتو شايفين ندخل بعد كده على الآداءات المنزلية مكملين في الاسبوع السادس للصف الثالث الاعدادي برضو عندي ايه اختيال احنا روحنا توز السينما بات زا فيلم لكن الفيلم كان ايه اولاد هنختار واحنا مغمضين طبعا بورينج ممل هنا انا باتكلم على الفيلم فهنختار الصفات اللي ولا فلا ايه مجدد بعد كده بقولك اللي هي الشركة بنتكلم هنا عن يعني اعلانات الشركة بيتم نشرها على اللي هي لوحة اعلانات اللي هو مستاجر ولا ميتنجز اجتماعات طبعا بتكون على لوحة الاعلانات هي حصرت ما بين العجلات اوف زكار السيارة وتشكروز لما كانت بتعبر الشارع المحلات اللي هو الرصيف طبعا هنا يا ولاد الاجابة هتكون تمام كده تمام بعد كده عندي احنا حليلنا جملة شبهها من شوية طبعا ايه طبعا ايه انا بتكلم هنا على الكتاب مش شعور شخصي مش شعور شخصي مش شعور شخصي طبعا طبعا عندي كلمة يبقى وانا مغمط ده ايه يا ولاد ها ده مدارع مستمر انا عندي او حاجات كده ايه مرتبي ده عشان تعيش في ايه افضل مفروض تعمله مع بعض عشان تحسنه ده عشان تعيش في المجتمع افضل مفروض تعمله مع بعض عشان تحسنه ده عندي تعليم بيعملو ايه عشان اجيب درجات عالية انقول بيشجعوني هنا يا ولاد ده تحذير وطالما عندي زي ما انتم شايفين كده اه تحذير يبقى احنا هنختار يبقى ده مفرد هياخد بعد المصدر الفعل هيسكت من المحبط ده نقط انك تشوف ايه على الحيطان بتاعت المبنى اه طبعا اول حاجة معايا اه اللي هو منشور اللي هو الكتابة على الجدران يا ولاد او الرسومات شبكة طبعا ايه خدمة هنا هنقول طبعا ان من المحبط ان انا اشوف رسوم او كتابة على الجدران بتاعت الحوار بتاعت المباني اللي هي الجرفيدي ودي كلمة احنا وقتناها طبعا هناك كثير من نقط تساعد الناس الغير قادرة في المنطقة اللي هي المرافق مشاكل اختلافات طبعا هنا يا ولاد الاجابة هتكون المرافق او الخدمات هنقول تاني كل مرة الاحيرة صف السالس الاعدادي احنا عندنا في السبوع السادس مانزلش اختبار لي هم 3 الموضلز مانزلوش ما موجودين صف السادس انت مكلف بس بالاداة المنزلية والاداة الصفية والاسبوع السابع هننزله ان شاء الله الفترة دي على طول في خلال الاسبوع ده للصف الثالث الاعدادي ايضا هيكون في الادات المنزلية والادات الصفية والاختبار الاسبوع اللي هم التقييمات التالتة. نشكركم جميعا اللي لسه ما شوقش في القناة وفعل زر الجرس نزيل الشتريك حاليا وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد شارك الفيديو مع الزرق عشان يوصل لأكبر قدر منكم الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجب سيبلك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف الثالث الاعدادي فيها جميع التقنية الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة وفيها شرح وحل المنهج الخاص بكتاب الجم وفيها كمان هسيبلك ازا تكتب ازا تكتب ايميل وصفحة فيسبوك لو ماحتاج استفسار. واشكركم جميعا واشوفكم في فيديو جديد كانت معاكم مسأس ما ياسر.